يعني في حب السيد المسيح هو العنوان اللي اخترنا ان احنا نتكلم فيه مع حضرتك بعلمك الغزير وبفضيلة التسامح اللي موجودة عندك بشكل يعني ظاهر جدا وواضح جدا ومرسوم على وجه حضرتك للناس كلها شايفا عايز ابدأ من عند الاية الكريمة والسلام علي يوم ولدته ويوم اموت ويوم ابعته حيا طيب بسم الله الرحمن الرحيم البداية طبعا التهنئة الواجبة التي يعني ندين بها لكل اشقائنا الكرام في كافة الطوائف المسيحية الموجودة على ارض الكنانة مصر فاتوجه بالتحية الى الاشقاء الارثوزوكس والبابة ودرس والى الطائفة الانجلية والدكتور اندريا زاكي والى طائفة الاسقفية الانجليكانية في اسكندرية والاب منير حنى والى طائفة الاقباط الكاثوليك والانبى ابراهيم اسحاق سدراك والى كل شقيق وصديق عزيز على ارض الكنانة مصر كافة اصدقائي الذين اتشرف معرفتهم الدكتور كمال شاروبيم الانبابولا الاب يحنى يوسف اسحاق من فأوس كلمني من كم يوم المستشار امير رمزي كافة الاصدقاء المسيحيين الكرام اقدم لهم جميعا خالص التهاني بمناسبة عيد القيامة وكافة الاعياد داعيا المولى جل جلاله ان يجعل ارض الكنانة مصر في اعياد دائمة وفي فرح مستمر وفي وقام وفي انسجام وفي سرور وان يكون كل انسان على ارض مصر قائما بواجب التقدير لاخيه ولخاطر اخيه يفرح لما يفرحه ويحزن لما يحزنه فبداية الكلام التهنئة التي لابد منها لكافة الاشقاء الكرام من اخواننا المسيحيين على ارض الكنانة مصر وفي العالم اجمع دي نمرة واحد نمرة اثنين العنوان اللي سيادتك تفضلت باختياره ان تكون هذه ليلة وامسية وسهرة في حب سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه صلوات الله تعالى وتسليماته كان اختيارا ملهما وموفقا لما انني بجوار واجبي الديني من الايمان بسيدنا عيسى نبيا ورسولا وكلمة الله وروح الله وعبد الله ورسوله واخ وشقيق لسيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام بجوار تعظيم الايمان والعقد لسيدنا عيسى عبدا ونبيا ورسولا وملهما وروحا صافية فانا على المستوى الشخصي والانساني كانسان كشخص انا اجد في قلبي عاطفة عظيمة تجاه سيدنا عيسى يعني هذا السيد الماجد الكريم المعظم كلما قرأت شيئا من سيرته او من كلامه او ورد اسمه على اذني اجد في قلبي عاطف جياشة تجاه هذا السيد العظيم الممجد فانا اتحدث حديث المستمتع المستأنس المحب صدق لسيدنا عيسى واخيه سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام وسائر انبياء الله الكرام فحي هلا ومرحبا والف مرحبا بليلة كريمة نحييها بالحديث في سيدنا عيسى عليه صلوات الله وتسليماته دي النقطة التانية النقطة التالتة سيدنا عيسى عليه السلام احد منابر الكمال في تاريخ البشرية واحد وجوه الخطاب الالهي احد مفاتيح السماء التي فتحها الله تعالى للبشر الاية الكريمة اللي ستك اشرت اليها من سورة مريم بدأت بقول الله تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية فسيد مريم العذراء البتول المبرأ المطهرة الصديقة عليها سلام الله وصلواته القت بالتبعة باكملها على سيدنا عيسى وهو في ذلك الحين ما زال رضيعا لم يمضي ساعات على ميلاده الكريم يعني كإنها بتقولهم ما رأيته من آياته ومعجزاته تجعله كفيلا بالدفاع عني وعنه الاتبعة عنده الجواب عنده هو فاشارت اليه فاراد الله لكل المعاندين والمكذبين والمتهجمين على مقامه الرفيع وعلى مقام امه العذراء البتول في اول لحظات مجيئه الى الدنيا ان يظهر الله على يده المعجزة الباهرة فانطقه الله تعالى في المهد صبيا قال اني عبد الله القضية الاولى الممهدة لكل الكمالات الاتية من بعد قال اني عبد الله دي نمر واحد نمر اثنين آتاني الكتاب يعني اورثني العلوم والمعارف وشرح صدري بالعلم الالهي وافاض علي من انباء السماء والارض فانا عبد يا جماعة بلاش تهجم لانني بالوحي الصادق بالاخبار عن الله انا كريم على الله عبد مقرب محبب عند الله اني عبد الله آتاني الكتاب بس تشوف حضرتك ازاي الكمالات بتنبني على جذر اساس اني عبد الله ثم كمال اضيف اليه آتاني الكتاب ثم جعلني نبيا بتنبني ادوار من الكمالات ثم الكمال الرابع والمنقب الرابع لسيدنا عيسى وجعلني مباركا اينما كنت يعني من خصائص من الخصائص التي افاضها الله علي انا عيسى بن مريم انني حيث ما ذهبت تصحبني البركة تسير البركة معي حيث سرت تمشي البركة في رحالي وفي رحابي حيث ذهبت فضل من الله يتحدث به عليه حديث العبد المفتقر طيب وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية فنأخذ من كل كلمة تفوه بها السيدنا عيسى عليه السلام رسالة الى مجتمع اليوم يا جماعة العلم الحكمة البركة البر وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية يا كل انسان مسلم ومسيحي تلتقون على التعلق بسيدنا عيسى بلاش الواحد يكون جبار بلاش الواحد يكون فض أو غليظ بلاش الواحد يكون مسيء أو فاحش أو بذيء بلاش الواحد يكون قاسي على الخلق املأوا قلوبكم بمعنى الرحمة بمعنى الحنان بمعنى اللطف وقال هو لم يجعلني جبارا شقية ثم يتوج هذا بالحلية النهائية وسام الشرف النهائي والسلام علي فين بأه امته يوم ويوم ويوم والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا يعني كأن الله تعالى جمله بالسلام في سائر مفاصل حياته جعله مكملا ومحوطا بالسلام في يوم مولده الكريم ونحن كما نحتفل ونحب ونفرح بيوم مولد سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع من كل سنة حق لنا أن نفرح فرح لا مزيد عليه بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وبميلاد سيدنا يحيى الذي أيضا قال وسلام علي أيضا يوم ولدت ويوم اموت وسلام في التلت مواضع أيضا في يوم مولده ووفاته وفي يوم بعثه إذن سيدنا عيسى عليه السلام هو كلمة السلام تمشي على الأرض هو كلمة البر تمشي على قدمين هو كلمة الحنان والرأف بالأبوين هو كلمة العلم والحكمة هو كلمة التعظيم والتمجيد لذات الحق والشهادة للحق جل جلاله وحده بالألوية وأننا عبيده مفتقرون إليه هذا سيدنا عيسى عليه السلام فتحية إجلال وإكرام وإيمان وتصديق ومحبة تخترق حجب الغيب ونبعثها من هذا المنبر الكريم ليس فقط إلى الأشقائنا المسيحيين بل أنا أرسل رسالة الإيمان والتوقير والمحبة إلى سيدنا عيسى وأنا جاي في الطريق يعني مما يدور في خاطري بقول يا رب أنا النهاردة هتكلم عن سيدنا عيسى وسيدنا عيسى كده في برزخه الشريف مطلع على هذه الدار الدنيا سيبلغه هذا الكلام سيقع في أذنه يترى الكلام ده يكون وقع عنده إيه من هذا العبد الفقير العدم ألا شيء فكان عندي وأعدت أقرأ الفتحة كده وأرسل يعني ثوابها إلى سيدنا عيسى وأقول يا رب اجعل هذا الكلام وهذه الأمسية وهذه الحلقة اجعلها كده هدية نغلف كده بالتكرمة الإلهية وأوصلها مني إلى سيدنا عيسى ومن البرنامج من صديق العزيز أسامة كمال ومن المشاهدين ومن المصريين ومن البشرية ومن المشاهدين يترى الكلام